اسم الدرس المزمار السحري الجزء الثاني أجاب الشاب الغريب الرجل الساخر بكل ثقة في النفس وأشار إلى مزماره قائلا لقد أنقذت مدنا كثيرة بفضل هذا المزمار من غزو البعوض والذباب إن لهذا المزمار ألحانا سحرية ستخلص مدينتكم من زحف الفئران ولكنني لا أفعل ذلك إلا مقابل وعد بدفع أجرتي بعد إتمام المهمة صاح الحاضرون بصوت واحد إننا نعدك سيكون لك ألف دينار عندما تختفي الفئران ابدأ عملك توا بدأ الشاب يعزف لحنا غريبا على مزماره فخرجت جميع الفئران من أجحارها وكانت بينها فئران بيضاء وسوداء ورمادية خرجت جميعا وتبعت عازف المزمار في الشوارع والأنهج الضيقة حتى لم يبقى فأر واحد في المدينة ظل الشاب ينفخ في مزماره والفئران تمشي وراءه كلمسحورة من ذلك النغم العذب فلما بلغ نهرا خارج المدينة كانت الفئران كلها قد تجمعت حواليه كأنما يدعوها بموسيقاه الغريبة إلى السعادة التي تتمناها فلا تملك إلا أن تطيعه ثم لم تمضي إلا لحظات حتى غرقت الفئران كلها في النهر وتخلصت المدينة من أذاها وشرها اجتمع سكان المدينة وأقيمت مواكب الأفراح بهذه المناسبة السعيدة وانهالت الهدايا على الشاب الغريب دعا أهل المدينة الشاب أن يكون ضيفا كريما مبجلا في مدينتهم أولا أكتشف وأفهم أولا أتأمل الصورة وأجيب عن السؤال التالي تقدم الشاب الغريب لتخليص المدينة من الفئران هل تحقق له ما أراد الإجابة بعد النظر في الصورة نستطيع أن نلاحظ بأن جميع الفئران قد تبعت الشاب الغريب الذي تمكن من استدراجها إلى غاية وجود النهر ثانيا ألف أقرأ النص وأجيب عن الأسئلة التالية ماذا فعلت الفئران لما عزف الشاب على مزماره؟ الإجابة لما عزف الشاب على مزماره خرجت جميع الفئران من أجحارها بما شعرت الفئران لما سمعت العزف؟ الإجابة شعرت الفئران بالتخمر والسعادة كيف عبر السكان عن شكرهم لهذا الشاب؟ الإجابة عبر السكان عن شكرهم لهذا الشاب بإقامة مواكب الأفراح وتقديم الهدايا له كما دعا أهل المدينة الشاب أن يكون ضيفا كريما مبجلا في مدينتهم ثالثا أعوذ ما هو مسطر بما يفيد المعنى نفسه خرجت جميع الفئران من أجحارها بعد إتمام المهمة إنهالت الهدايا على الشاب الغريب الإجابة خرجت جميع الفئران من مخابئها بعد القيام بالمطلوب على أكمل وجه تهى طلت الهدايا على الشاب الغريب ثانيا أعمق فهمي رابعا ذكر الشاب الغريب مزايا مزماره أستخرج الجمل التي تبين هذه المزايا الإجابة من مزايا مزمار الشاب الغريب يصدر ألحانا سحرية يصدر نغما عذبا القرائن الدالة على ذلك إن لهذا المزمار ألحانا سحرية ظل الشاب ينفخ في مزماره والفئران تمشي وراءه كالمسحورة من ذلك النغم العذب فلما بلغ نهرا خارج المدينة كانت الفئران كلها قد تجمعت حواليه كأنما يدعوها بموسيقاه الغريبة إلى السعادة التي تتمنها خامسا قدم الشاب شروطا لتخليص المدينة من الفئران ألف ما هي؟ الإجابة الشروط التي قدمها الشاب لتخليص المدينة من الفئران هو أن يتم دفع أجرة له لفعل ذلك باء أعين القرينة التي تبين استجابة السكان لهذه الشروط الإجابة القرينة الدالة على ذلك صاح الحاضرون بصوت واحد إننا نعدك سيكون لك ألف دينار عندما تختفي الفئران ابدأ عملك توان سادسا هل تبعت الفئران كلها عازف المزمار في الشوارع والأنهج؟ أستخرج القرينة التي تدعم إجابتي الإجابة تبعت الفئران كلها عازف المزمار في الشوارع والأنهج القرينة الدالة على ذلك؟ بدأ الشاب يعزف لحنا غريبا على مزماره فخرجت جميع الفئران من أجحارها وكانت بينها فئران بيضاء وسوداء ورمادية خرجت جميعا وتبعت عازف المزمار في الشوارع والأنهج الضيقة حتى لم يبق فأر واحد في المدينة سابعا أثر عزف الشاب في الفئران أستخرج من النص ما يدل على هذا التأثر الإجابة القرينة الدالة على ذلك؟ ظل الشاب ينفخ في مزماره والفئران تمشي وراءه كالمسحورة من ذلك النغم العذب ثالثا أبدي رأيي ثامنا ما هو الدافع الذي جعل الشاب يقبل على تخليص المدينة من الفئران حسب رأيك؟ الإجابة ما دفع بالشاب إلى تخليص المدينة من الفئران هو إمكانية تقاضيه لأجر مقابل ذلك مقابل ذلك؟ اشتركوا في القناة